اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم يا حضرت المديرة ليه حضرتك من يا دياني؟ كنت عايزة اتكلم معاك يا ميرال في موضوع مهم جدا بخصوص كده تلميزين مشاغبين شوية اسمهم سكر ومهند اكيد انت عرفاهم ايوه طبعا عرفاهم طلعنز في الفصل واكيد كونك معلمة عرفة ان اي تلميز بيغلط في اي حاجة بيتعقب عليها صح ولا ايه؟ ايوه طبعا عشان كده بقى انا قلتلك تيجي مكتبي هوا سكروا مهند هتعملوا حاجة غلط؟ ايوه عملوا لازم يتعقبوا على الغلط اللي هم عملوا ده عملوا ايه؟ جايبين اربعة من عشرة في الامتحان وبعدين هما في سنة كامية عشان ارجيبه اربعة من عشرة دول لسه في كي جي وان اما لما يطلعوا مسان قولة سانوي هيعملوا ايه؟ اه فعلا لازم يتعقبوا وبعدين الامتحان كان سهل جدا وكل التلاميذ جايبين عشرة من عشرة الا هما جايبين اربعة من عشرة طيب وهيتعقبوا يعني هنعمل لهم ايه؟ هيفضلوا عادين في المدرسة يوم كامل ايه؟ مالكة صدمت كتالية اميرال المفروض ان هما يستحقوا عقاب اكتر من ده كمان اه ما عليش عذريني عشان بس اتصدمت من الموضوع بس مين هيعود معاهم انا النهاردة مش فضي خالص هما مش يعودوا قاستا النهاردة هيعودوا بكرة اول لما الساعة تكون 12 يجوا عند المدرسة لما الساعة تكون 12 يمشوا بقى من المدرسة ايه ده يعني هما بجادة هيعود 24 ساعة؟ ايوة 24 ساعة بس للأسف انا برضو مش فضي بكرة عشان انت بقى عارفة النهاردة الخميس وبكرة الجمعة فالنهاردة هسافر وهرجع يوم السبت اساسا مش انسى اللي هتعود معاهم ساعدية هي اللي هتعود معاهم ايه ساعدية؟ اه ومالها ساعدية ها ومالها يا ربي هو ايه اللي عمال يحصل جود ولعل صوتهم شكلهم بيتخنقوا اكيد العقوب هيكون شديد عقوب ايه هم هيعقبونا؟ ايوة حضرتك جايب 4 من 10 في اللي امتحان عايزينهم يعملولك ايه يعني يعملولك عقيقة؟ استغفر الله بس ايه يعني جايبين 4 من 10 في اللي امتحان؟ وبعدين هم امتحاننا ولا امتحانهم؟ عالم تعبانة ايوة معاك حق يا مهند عارف يا مهند احنا وقعنا في ايه؟ وقعنا في الكمين يا سكر واركبنا الزحليقة ايوة بالزبط كده اسكتوا بقى اسكتوا هتعملوا مشاكل واحنا اصدرنا في مشكلة اما نشوف بقى هيعقبوك هيعمللكوا ايه؟ ربنا يسطر يا رب في ايه يا مرأة المالك بتتكلم عن ساعدية كده ليه؟ هي عملتلك ايه يعني؟ وبعدين المفروض دي زملتك في الشغل المفروض تتكلمي عنها باسلوب احسن من كده وايه يعني لو قعدت مع سكر ومهند يوم كامل في المدرسة؟ مش يحصل حاجة يعني؟ لا هيحصل وايحصل بلاوي كتير جدا عشان اعارف بقى ان الساعدية دي فعلا مجنونة وكمان انت انسيت ان هي رجلها تشلت ولا ايه؟ رجلها تشلت اه بس هي لسه منتظمة ومكملة في شغلها انت عندك منع يا مرأة ليعني ولا ايه؟ لا موصلتش كده يعني امه الملك بتتكلمي واسلوب مش حلو كده ليه؟ عشان ينسى عدية مجنونة ومينفعش سكر ومهند يعودوا معاها عشان لو قعدوا معاها هيخافوا منها وهم اطفال هو ضعقبهم ولازم يخافوا ولازم يتعبوا ولازم يحزنوا عشان يتعلموا اللي هم عملوه بعد كده يذكروا كويس قبل الامتحان طيب او عموما نعمل اللي انت عاوزايا انا خرجا بعد اذنك اهم اهم يا حضرت المديرة ادخل يا سكر انت ومهند يلا ادخلوا ميس ميرال قالت لنا ان حضرتك عاوزانة او كمان احنا بنقول ان احنا اسفين على الدرجة دي ولكن احنا كنا تعبانين مش كده يا مهند كنا تعبانين يا مهند فاكر لما كانت درجة حرارتي تسعة وثلاثين ايوا ايوا صح كنا تعبانين جدا وانا كانت درجة حرارتي واحد وربعين وهي تسعة وثلاثين او باين جدا باين المهم انا هقولكم العقاب وهتمشوا العقاب ان انتوا هتفضلوا قاعدين 24 ساعة في المدرسة ايه 24 ساعة في المدرسة هنعمل ايه يعني دا احنا بنستحمل الساعتين درب العافية ولد اسف اسف هتعودوا تحلوا الواجب وتمتحنوا واياخدوا شوية راحة طب كويس او في راحة هنقعد بقى مع ميس مين ميس سعادية ايه تجوه للساعة 12 بالليل بالزبط يلا سلام 24 ساعة في المدرسة فاهموني يعني ايه والله احنا مش عارفين حاجة يا جودي بجد المديرة دي تلعت شريرة شريرة جدا لا وفوق كده كمان هنفضل قاعدين مع ميس سعادية هي مين ميس سعادية دي؟ ستة مجنونة مشلولة ملبوسة شعرها منكوش وشكلها غبي واسنانها ضربة فوق تحت قدامي من شمال كل اللي انا عاوز افهمه بس ازاي المديرة تتاخد قرار زي ده؟ والله مش عارف يا جودي بس شكلها واكلة بامي عالصبح ايه ما ده الواضح الصراحة هتروح بقى امتى؟ هنروح النهاردة الساعة 12 بالزبط وهتمشوا الساعة 12 بالزبط اليوم اللي بعده يعني كده 24 ساعة بالزبط فعلا ويوم كامل بالزبط فعلا ايوه وكمان لو مجناش هترفضنا من المدرسة ما عليش يا سكر انسي مهند لازم تروحوا ايه رأيكم تعتبروا ان ده تحدي؟ يعني ايه تعتبروا تحدي؟ مش انتو بتحبوا التحديات؟ ايوه طبعا يا جودي حمناش على حاجة اسمها تحديات خلاص اعتبروا ان ده تحدي 24 ساعة في المدرسة ما تعتبروش عقاب خالص ايه رأيكم؟ ايوه شكرا اناو يا جودي على الفكرة الجميلة دي العافو يا سكر ده التحدي واحنا قدي التحدي اهلا يا سكر اهلا يا مهند ما توقعتش ان انتو تيجوا ايه ازاي يعني يا حضرة المديرة ده تحدي ايه؟ لا ده عقاب ولازم نتعاقب عشان احنا عملنا حاجة غلط اه ماشي ايه ده اللي حصل اللي حصل؟ ما تخافوش الكهربا قطعت اصلا كده كده بتقطع كثير بالليل يا مهنة ده واحنا دخلين المدرسة ولا دخلين بيت رعب اسألي نفسك يا سكر انا مش عارف هوب الكهرباء جت الحمد لله اعتقد بقى كده يا حضرة المدرسة فعادية يا حضرة المدرسة فعادية اكيد منستش اسمك يعني انت بقالك كثير جدا ما شفتيت سكر ومهنة على كده صح؟ ايوه بقالك كثير جدا ما شفتيت سكر ومهنة وحثوني اوي 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 الوقت بقى كده خلص معاكم عشان كده روح اوه احنا هنمشي امتى دلوقتي الساعة 12 يعني هتعودوا واحد اثنين تلاتة اربعة خمس ستة سمعة تمانية تسعة عشر احد وشر اتناشر واحد اثنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد وشر اتناشر كده بقى هتمشوا الساعة 12 يا نهاري يلا سلام ثكر ومهنة وحفتوني وحفتوني بالاحضان بالاحضان بسم الله اللازل يا درم عسميه شايف لأرض واللوى 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 وال يا رب اليوم ده يعدي على الخير ازايك يا فكر ازايك يا مهند عمين ايه النهاردة انا هديكم حرف الفئ بما اني مامتي اسمها وفئ حرف الفئ يعني ايوة يا فكر مالك متعصبة كده ليه لا مش متعصبة ولا حاجة بس ما فيش تلميس حقيقي عنده 3 او 4 سنين بياخد حسة 12 او 12 بالليل وكمان بيوقف المدرسة 24 ساعة ايه ده مهند لازم نعمل مظاهرات ايوة فكر معاك حق هنعمل حرب ضد التعليم فكر ومهند اعودوا مكانكم دلوقتي يا فكر انت ومهند لا مش هنعود مكانها وهنفضل يوقفين كده على الدسكات هتعملين ايه يعني عايزين تعرفوا ان هعمللكوا ايه ايوة ما بنخافش منك طيب انا هوريكوا دلوقتي خلاص يا بس صعدة يا قلاص احنا خيفين قوي مني خلاص سطورة يا سكر سطورة دلوقتي بقى قلنا هناخد حرف الفيه هرسملكم فيل سكر مهند ايه رأيكم في الرسمة بتاعتنا خلاص كده خلصت على ما اعتقد كده ان انا فنانك العادة والرسمة بتاعتي تحفى وتفحى وتحفى دي رسمة متخلفة ايه يقصد رسمة مختلفة مختلفة اه بحسب طبعا بقى لو ده فنس في كنسوف الرسمة بتاعتي كده انا كده دلوقتي غيران مني ايوه طبعا غيران ده كان هيكون ايه غيران غير القتلة المهم بقى يا سطور ده اسمه ايه فيل ده فيل معاق ودخل في حاسة قطر كمان لا انتوا كده بتتريعوا لي اخرجوا بنا رحصة يلا يلا انتوا مترودين الله احنا مترودين يا مهند يس يسكر يس ايوه يلا بيهنا يلا يلا اول مرة اكون في المدرسة ويكون ليل ايوه معك حق يا سكر يا ترى دلوقتي الساعة كامل زيت اوي وعايز اروح البيت وانا كمان عايز اكون كونفليكس وانا كمان ايه ده يا سكر الشمس بتشرق الله كويس يعني مسلا دلوقتي ما كنت اكون الساعة ستة او خمسة صح ايوه لسه بادري والمشكلة ان علينا واجب وحسس كتير اوي ايوه معك حق يا سكر وانا كمان مخاف اوي من المعلمة سعدية دي ايوه يا مهند معك حق سكر انا جعان وانا كمان جعانة طيب يا سكر بتفكر من اللي انا مفكر فيه ايوه يا مهند ندخل المطعم واناكل كل حاجة احنا عوزينها ايوه يلا بينا دلوقتي بقى يا مهند احنا ناكل كل حاجة وكمان هنبهضر المكان كله ايوه يا سكر عشان المدرسة زعلتنا واللي زعلنا هنزعله بالزبت كده يا مهند يلا نبدأ يلا نبدأ موسيقى انا اجلي الصحون نعم نعم انا اجلي الصحون نعم نعم انا اجلي الصحون او يا اله ما هذا الصوت انه صوت اطفال واليوم يوم الجمعة كيف حسنا لنرى ما الذي يحدث هناك او يا اله من انتم ماذا تفعلون هنا هيا تكلموا اليوم الجمعة كيف يوجد طلاب في المدرسة ها كيف شكلك كيوت اوي ما الذي تقولين انا لا افهمك اه هذه الفتاة تقول ان شكلك لطيف لطيف حسنا شكرا لك ولكن ماذا تفعلون هنا يا اصدقاء اليوم عطلة يجب ان تكونوا في البيت تلعبون بالالعاب او تذهبون الى الملاهي اه احنا في المدرسة عشان احنا معقبين الصراحة ولكن لماذا كل هذا الفوضى كريست سوف يرضف كل هذا هوا من كريست يا باشا كريست انه انا احنا بجده اسفين احنا يسكر عملنا خلط ايوا فعنا الماكحة للمزيره مش هي اللي هتنظف يعني كريست المسكين ده هو اللي هينظف احنا لازم نساعده ايوا ماكحة احنا الغلطانين احنا بنقدم نكس مساعدة وهننظف معك كل ده او يا الهي شكرا يا اصدقاء انا احبكم جدا نظف 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 المكان هيا بنا يلا بنا كريست اشكركم جدا يا اصدقاء على هذه المساعدة الرائعة العافو يا كريست احنا المفروض نشكرك ان انت سمحتنا احنا الغلطانين احنا قاسفين ايوا احنا قاسفين لا دا عالي الاسف يا اصدقاء مع السلامة مع السلامة هو راح فين مش عارف اوه كريست ده الوطيف جدا ايوا ماكحة يا سكر انا تعبت وعايز انام لسه اليوم طويل عريض يا سكر ده احنا لسه وراءنا واجب وحاجات كتيرة بالحبل ايوا انا عايت والله اعايت وانا عايت انا كمان مهند احنا عملنا كل حاجة في المدرسة انا خلاص ذهقت امتى الساعة هتيجي تنشر يا مهند مش عارف يا سكر بس اللي انا عرفوا ان انا كريحت حاجة اسمها مدرسة احنا حرفيا روحنا في كل جزء من اجزاء المدرسة ايوا معك حق روحنا في كل مكان وعملنا كل حاجة إلا نفعال câھ Mercedes والوقتي مش عايز دقائق طيب ماكنت وشوف دلوقتي الساعة كان في ساعة هناك تعال نشوف طيب ماشي الساعة دلوقتي 11 و 59 د occasionally خلاص قربت من Dr. بقادة المهند أيوه والله الساعة تسبير52 سكر يييييييييييي هيح؟ حضرتتي جيت إذي؟ ما تخافش يا مهند بس الساعة دلوقت 12 ولا كده صح؟ أيوة الساعة 12 واخيرا واخيرا إمتا بقى هنطلع المفروض نطلع دلوقتي صح ولا ايه؟ قحد شوية سكر أيوة تصلعوا دلوقتي ما تقلقوش بس كنت عايزة أسألكم سؤال سؤال اتفضلي استفدتوا ايه من العقاب ده اول حاجة استفدناها هي ان احنا نذاكر قبل الامتحان وما نروحش الملاهي ولكن تاني حاجة هي ان اي حاجة صعبة قابلنا في حياتنا نعملها اكي انها تحدي او مغامرة ونكون ضدها لحد ما نكسب هاهاهاها يعني كل ده عنا وسكر واخدينه عسان هو تحدي ومش اقاب يلا سلام يلا سلام سكر مهند انا هوريك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة